اشتركوا في القناة 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 سواء الحالة انقول للمادية او العائلية او الاستقرار في الحياة عموما هاذا انتعطينا واحدت التعريف اليتم اطلاعوه من خلال هادو انتعطينا واحد الحالة تعريف لي وعم مشامل ماذا هو السعادة هي واحد الشعور meaningless الذي تصدر من داخل الانسان فيها البهجة فيها الصرور فيها السكينة اللي كتحقق واحد الراحة ديال البال واحد طمائنا في القلب في كل ما هو إيجابي وكل ما الإنسان تتمنى أنه يعيش يوميا وكل ما هو إنسان اللي هو كيتمنى يعيش يوميا ومن اللي كيعيش هاد الحالة هاد الساعة هاد اللي كيعيشها رما كتأثرش عليه بحديته وإنما كي نعكس كتنعكس على الناس اللي هما محيطين به وهو الإنسان من يتكون غير فرحان ولا ناشط كيفاش يكون يعني متهج وإحتي حاجة يعني متهجات كله يتدنيه مقدة تدنيه مقدة فأكيد أنه تدخل فرحة على الآخر اللي معاه طبعا في ساعة نقدرون نقولها هي ضد ذاك الكآبة وضد ذاك التشاؤم كتعطي واحد الحالة من الطاقة الإيجابية وكتبعدن على ذاك الطاقة السلبية لأن ذاك الطاقة السلبية كتمتص من الإنسان وكتمتص من جهده وكتمتص من صحته وكتمتص من ذاك الفرح اللي كتكون فيه كي بقى يشوف في حياتك واحد العين متشائمة في السعادة هي واحد الفرحة اللي هي قرار بيد كل واحد هذا تأذين تقولوا ده بالكلمة الثانية اللي هي الأسرة الكلمة الثانية في المعادلة في الأسرة هي لجي نشوفه الكلمة مناها هو ذاك القوة هي الدرع الحاصين الأسرة هي نوات الأولى في المجتمع هي ذاك الخالية المتماسكة المترابطة في مبيناتها اللي كترجع أنهم تتكونوا مجموعة لأفراد اللي كتربطهم وحد الأصل ما تنقولوا واحد الأصل إما رابط القرابة أو الزواج وهنا تعطينا واحد المفهوم حتمليكا مثلا أسرة العامل أو أسرة التعليم أو أسرة أو أسرة تسكن واحد عندهم جمعهم واحد شيء معين واحد الرابطة معينة وهنا تحقق لنا ذاك أن ذاك الأسرة هي موطن الاستقرار موطن اللي تنحققوا فيه السعادة ونحققوا فيه جميع الحواج اللي كنتمحون نحققوا فيهم في حياتنا إلا ما بدوش من الأسرة وما بدوش من ذاتنا رغم هديش ممكننا ناخدوهم من الأخار من الأخار أو من المشانة من المشانة